في كيفا يتزايد الإقبال على مركز الحالة المدنية بشكل يومي من طرف المواطنين الراغبين بالحصول على الأوراق الثبوتية ما يسبب ازدحاما على المراكز في هذا الإطار تسعى إدارة المركز للحد من انتشار كورونا بين المراجعين من خلال توزيع الكمامات وتوفير المعاقمات فرض الالتزام بالإجراءات الاحترازية داخل المركز يستقبل مركز الحالة المدنية بكيفا يوميا أعدادا كبيرة من المراجعين الراغبين في الحصول على أوراق ثبوتية باختلاف طبيعتها وكل حسب ما جاء من أجله وفي ظرفية كالتي نعيشها يتطلب الإقبال على المؤسسات العمومية التقييد بالإجراءات الاحترازية درءا لانتشار كورونا بين المراجعين إذا ينقبل عدد محدود من الناس نعطوهم كماماتهم من هما عندوا كمامة ولين راعوا فيهم ذلك التباعد الاجتماعي المطلوب ما يعودوا متعاجن حتى المكان ضيق قاعد لذلك ما نقبل ياسر من الناس ونبقوا المواطنين يتفهموا ذلك الحالة هذه الظروف اللي نمروا بها حالة كنا نقبل ياسر من الناس والمواطنين قاعدوا يعني اللي دائما يجوا للمركز يطلبوا خدمات ويعرفوا ذلك الناس اللي كنا نقبلوا غير حالا نقبلوا كمية محدودة من الناس ونراعوا في هذه المعايير اللي قتلك اللي منهم عندوا كمامة أولا والله دائر حولي والله ما يقوم مقام الكمامة وكلهم نستقبلهم وندخلهم إن شاء الله وتعدلهم حالة إجراءاتهم كاملة بكل بساطة يختلف مستوى الوعي بخطورة الفيروس بين المواطنين فبعضهم غير ملتزم بالإصراءة الاحترازية والبعض يراها ضرورية للحفاظ على الصحة العامة ممكننا جينا قالوا أننا نقبلوا يجينا معقمين ويجينا لين ذاك بالماء وتصابون ودار الكمامات والله جابوا لنا الكمامات ودرناه ومشاء الله مواطنين مشاء الله طالبين جميع المواطنين منها جاي يحذر منها إلى مرات هي تريهم هنا عن التركة والله يعنعصيها ويكون عندها فهم لا رماد قال من أحد يحد حد حد وحد معايا وله الناس لما دار عصق اليدين وتهل الكمامة وطالبين جميع المواطنين لأنهم منهم جذل مؤسسة والله أي مؤسسة المؤسسات الدولة يوصاق ليديه بالصابون وقابضوا الكمامات ويحترز معا لدارات الحمد لله ووفرين الحال ووفرين جميع المطالب اللي مطلوبه يسعى القائمون على مركز الحالة المدنية بكيف للحفاظ على صحة المراجعين من خلال توزيع الكمامات وتوفير المعاقمات للمواطنين خلال زياراتهم اليومية للمركز الذي يوفر لمختلف مراجعيه أوراقهم الثبوتية دون كبير عناء ويسهم بشكل كبير في مجهود السلطات العمومية في مكافحة كورونا ومتحوراته القناة الموريتانية أحمد السبتي كيف